السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله والله هذا الحديث من المبشرات يذهب همك ويجعلك أسعد الناس يشعرك أن الله يحبك يشعرك أن النبي رحيم بك أعطانا هذه المكافأة سواء في رمضان أو خارج رمضان أو خلال أيام العيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها رمضان وكلها أعياد إن شاء الله استمع معي أولا لهذا الحديث العظيم ثم نتدبر هذه المعاني الرائعة جدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة صلى الله عليه وسلم ما هذا الكرم يعني كل يوم في كل ليلة هناك دعوة مستجابة طب لماذا نحن نغفل عن هذه الدعوات لماذا ننشغل بأمور تافية ونسعى وراء أسباب لا توصلنا لشيء وننسى أن لكل عبد دعوة مستجابة هذه الدعوة المستجابة أخي الكريم غالبا ما تكون في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر لذلك يقال إن السيدنا يعقوب عليه السلام عندما سأله أولاده أن يستغفر الله لهم فقال لم يقل يا رب اغفر لهم قال سوف أستغفر لكم ربي يعني أخر الاستغفار لوقت السحر لأنه وقت استجابة اليوم اللحظات الأكثر الأكثر ضغطا على الإنترنت نجدها في أوقات السحر يعني في منتصف الليل وما بعد حتى الفجر معظم الناس ينشغلون بمواقع تافية أغاني مواقف كوميدية فضائح هذا يتحدث على هذا هذا ينتقد هذا مسلسلات أفلام مقاطع يعني أنت تراكم في صحيفتك أعمال لفائدة منها على الأقل يعني إذا لم تقتنع معي إن هذه الأعمال لا ترضي الله على الأقل ليس فيها فائدة يعني الأغاني والمسلسلات وهذا اللهو والعبث إذا كنت تظن أنها مباحة على الأقل هي لا ترضي الله أكيد الله لا يرضى لعباده اللهو والعبث ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم فمثل هذا الإنسان أخي الحبيب الذي يلهو ويعبث كيف يستجيب الله دعاءه وقلبه غافل لا يتذكر الله إلا عندما تصيبه مصيبة عندما يمرض يتذكر الله عندما يضيق به الحال يقول يا رب في حالة الرخاء لا أحد يتذكر الله إلا القليل طبعا إلا مراحمة ربي لذلك كل ليلة هناك عتقاء من النار ما معنى عتقاء يعني الله عز وجل في كل ليلة يأمر الملائكة أن تسجل أسماء يعني سأقول لكم موقف ربما يصور لكم يعني القضية ولله المثل الأعلى تخيل أنك في سجن والدنيا سجن المؤمن على فكرة يعني المؤمن في الدنيا كأنه يعيش في سجن ينتظر الخروج حاله ينتظر أن يخرج للقاء الله عز وجل بينما الكافر يظن أن الجنة في الدنيا أنه سيخلد في هذه الدنيا تخيل أنك في سجن وهناك مئات الناس معك وكل يوم هناك نشرة أو هناك أسماء لمن سيفرج عنهم تخيل إحساسك كيف تترقب أن يكون اسمك ضمن هؤلاء لو جاء أحدهم وقال لك هناك طريقة لتجد اسمك بين هؤلاء ألا تقوم بها ألا تفعل ذلك مهما كلفك من الجهد والعمل والتعب طيب القضية هنا أبسط بكثير تضمن أن يكون اسمك بين هؤلاء الذين أعتقهم الله من النار خلصهم من النار يعني العبد نقول أعتق عبدا العبد كان عبدا أعتقه أعطاه حريته أعتقك الله من النار يعني منع النار عنك حرمك على النار وأدخلك الجنة كتب لك الجنة باختصار أصبحت من أصحاب الجنة في كل ليلة ولكن متى سيأتي اسمي مثلا في أي ليلة سيأتي أنا لا أعلم وأنا لي دعوة مستجابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله عتقاء في كل يوم وليلة يعني في النهار هناك ملائكة يكتبون أسماء من أعتقهم الله من النار كل يوم في النهار وكل ليلة فينبغي أن تترقب أو أن تعمل عملا يجعلك من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار طيب ما هي هذه الأعمال التي تجعلني أكتب عند الله من أصحاب الجنة إن شاء الله جميعا القضية بسيطة جدا أخي الحبيب أبسط مما تتصور أول شيء أن تثق أن الله عز وجل قادر أن يعتقك من النار ويدخلك الجنة أثق بالله كثير من الناس يعبدوا الله ولكن لا يثق بي تقول له الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فأنا أظن أن الله قادر أن يغفر لي ويكرمني ويعتقني من النار أثق بالله أخي الحبيب مهمة جدا يمكن أن نسميها حسن تظن بالله أن يكون أنك بالله حسن تظن أنه قادر أن يغفر الظنب عندما يقول العبد اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت الله يجيب ويقول أعلم عبدي أن له ربا يغفر الظنب ويأخذ به ويشهد الملائكة أنه قد غفر لهذا العبد بمجرد أن علم أن له ربا يغفر الظنب تصور أخي الحبيب مدى رحمة الله مدى يعني رحمة هذا الإله العظيم القائل ورحمتي وسعت كل شيء والله أيها الأحبة مثل هذا الحديث يعني يجعلني أنا شخصيا أشعر بالسعادة أن هناك إلها خلقني وأراد أن يدخلني الجنة أراد لي أن أدخل الجنة أراد أن ينقذني من النار وأعطاني الطريقة الطريقة سهلة جدا أن يكون عندك ظن حسن بالله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على أن الإنسان الذي عاش حياته يثق بأن هناك إلها واحدا هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يسير الكون وهو الذي بيده كل شيء بيده مقالد الكون بيده مقالد كل شيء هذه الثقة تجعلك تسارى إلى الصلاة انظر الذي يجعلك تسارى إلى الصلاة ليس الخوف من العقوبة لا الحب في الله عندما تدرك كم هذا الإله يحبك عندما تدرك محبة الله لك عندما تدرك أن رحمة الله كبيرة جدا واسعة جدا ستجد نفسك تسارع للصيام تسارع للصدقة إذا آذاك أحد تتبسم وتصبر وتحتسب الأجر عند الله لتكتب مع الصابرين من أجل الله واصبر وما صبرك إلا بالله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشي بهدوء بتواضع وليس بتكبر وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة ما الذي يجعل الإنسان يصبر على أذى الناس هو ابتغاء وجه الله هو الحب في الله أم تكون علاقاتك كلها حب في الله أن تصادق الناس المتحبون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والصدقون والشهداء فقدنا أخي الحبيب اليوم لذة الحب في الله أن تحب شخصا فقط تحبه لله وليس لشيء آخر فقدنا لذة أن تشعر بقربك من الله أن هذا الإله العظيم ينظر إليك يسمعك يراك يعلم حالك ربكم أعلم بما في نفوسكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطني أمهتكم هو أعلم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو القوي العزيز هذا الإله لطيف بك أنت الآن تعيش على أرض هذه الأرض التي نعيش عليها هل تشعر بأي شيء بأي إزعاج وضع لك قيمة الجاذبية المناسبة لك إذا كانت أقل من ذلك ستطير وإذا كانت أكثر من ذلك ستجذب ولا تستطيع الحركة وضع لك نسبة معينة من الأكسجين في الهواء لو زادت عن هذا الحد أقل شرارة سيشتعل الهواء ولو نقصت لمت اختناقا يمت الإنسان اختناقا إذا قلت نسبة أكسجين وضع لك النسبة المناسبة وضع لك كمية الماء المناسبة على الأرض هناك ثمانية مليارات إنسان كلهم يستفدوا من الماء وضع لك كمية الطعام المناسبة ثمانية مليارات إنسان يأكلون الآن في هذه اللحظة كلهم يأكلون ويشربون ويتنفسون هذه هي رحمة الله هذا دليل محبة الله رفهنا في هذه الدنيا أنت مرفه أخي الحبيب تخيل لو أن هذا الهواء الذي تتنفسه والمطر الذي ينزل علينا الماء الذي نشربه لو كان بيد إنسان ماذا فعل؟ والله لو كان بيد إنسان لمنعه لخنق الناس قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا إذن أخي الحبيب سأعيد قراءة هذا الحديث أرجو أن تتذكره إن لله عتقاء في كل يوم وليلة إذن في كل يوم وفي كل ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة فحاول أن تدعو الله بالمغفرة أولا والرحمة والعتق من النار دعك من أمور دنيوية أمور الرزق سنموت سنعيش فترة ونموت المرض سينتهي بالموت المخاوف والظلم والأحزن كل شيء في الدنيا هموم ومصائب سينهيها الموت اجعل دعوتك لما بعد الموت اجعل دعوتك أن يرحمك الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يعتقنا من النار وأن يلهمنا وقت الإجابة إن شاء الله جميعا وتحرى الثلث الأخير من الليل عندما يتجل الله على عباده فإن شاء الله تكون دعوتك مستجابة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق